بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع دروس لغة الفرنسية سنة رابعة ابتدائي اليوم درس صفحة 76 76 76 76 77 78 78 41 53 53 88 89 91 91 92 92 93 93 95 98 94 قصة قطرة الماء الصغير 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 يعني التيار حملها حتى وصلت إلى النهر كي لا كنفيا كي لا كنفيا كنفيا اللذي أودعها إلى النهر الكبير وصلت إلى النهر الكبير حملها عبرة عبرة les montagnes des montagnes يعني الجبل des vallées يعني l'huidienne et des plaines و السوهول jusqu'à son embouchure يعني حتى ما سببها enfin enfin و أخيرا il n'y avait plus de doutes enfin il n'y avait plus de doutes و أخيرا ليس هناك أي شك le dout هو الشك ليس هناك أي شك le gout du sel ذوق الملح le gout du sel ذوق الملح la petite gout du était heureuse la petite gout du était heureuse يعني قطرة الماء الصغيرة كانت سعيدة لماذا كانت سعيدة؟ elle هي elle avait elle avait elle avait dit le liézant elle avait retrouvé l'ocean elle avait retrouvé l'ocean يعني هي وجدت أو وصلت إلى المحيط إنها سعيدة لأنها وصلت إلى المحيط يعني عادة المكان اللي انطلقت منه وشفنا الحكاية القصة من الأول في الدرس اللي فات نتمنى أن الدرس هذا يكون واضح يعني الحكاية القصة هذه تكون مفهومة حتى نتمكنو من الإجابة على السؤالين هذو اللي هو محاول النص مع سديقات أو مع سديقات أو مع سديقات réponds aux questions أجبعل لسئلة Sur quoi la petite goutte se laissa glisser Sur quoi la petite goutte se laissa glisser فوق ماذ القطرة الصغيرة تركت نفسها تنزلق فوق ماذا كينجول هنا نقول la petite goutte d'eau se laissa glisser sur un brun d'arb sur un brun d'arb يعني تركت نفسها تنزلق فوق يعني فوق قطعة عش بن فوق قطعة عش بن سمح لي طول لف لو فهم tu على اعتذر pardon إذن هذه هي الإجابة la petite goutte d'eau se laissa glisser sur un brun d'herbe d'accord هذه هي الإجابة اللي حت كتبو هنا حت نحيو sur quoi حت قول la petite goutte d'eau la petite goutte se laissa glisser sur un brun d'herbe d'accord سؤال ثاني pourquoi la goutte d'eau était heureuse pourquoi la goutte d'eau était heureuse pourquoi يعني لماذا لماذا القطرة الماء كانت سعيدة لماذا كانت سعيدة حنا قلنا هنا الإجابة في الأخير la petite goutte d'eau était heureuse elle va retrouver l'osion هذا هنا فقط يقول السؤال pourquoi كما في اللغة العربية يقول لماذا لماذا قطرة الماء كانت سعيدة لأن ها وجدت أو عادت إلى المحيط يقول لأن إذا كنت جاوب على pourquoi هذي هتقول la goutte d'eau était heureuse هتكتب هك la goutte d'eau هتكتب heureuse شغلو parce que parce que parce que parce que parce que parce que que parce que elle a d'accord elle vais retrouver l'osion parce que parce que parce parce que ولكن بما أننا عندنا الأل هنا حن نحيو الأهدا حن نعوضه يولي apostrophe حن نديرو الأل عادي parce qu'elle parce qu'elle parce qu'elle parce qu'elle l'avait retrouvé l'océan l'océan هو المحات و la mer هي البحر و la plage هي الشاطئ حذا la plage هي الشاطئ la mer هي البحر و l'océan هو المحيت إذن هذه هي الإجابة ركوبي sur ton cahier ce qui n'est pas répété ركوبي sur ton cahier ce qui n'est pas répété ان قل ركوبي ان قل على أو فوق كرة سكتون كية هو كرة سكا ce qui n'est pas répété ما هو خيئم لدي ما هو خيئم لدي غير مكرر خيئم لك فوق خيئم لك فوق ان قل ركوبي غير مكرر انقلوا ماذا يعني هذا اذا احنا شفنا دجا اللي يكونوا في المفرد اللي هو في المفرد لكن في الجمع عندنا في الجمع في الجمع عندنا اللي معندها هم اللي هي في المذكر مسكولة وعندنا ال اللي هما هن في المؤنث دكا اذا عندنا الجمع اللي معنى هم وفي المؤنث عندنا اللي هو معناها هن اذا عندنا شيئين لازم شيئا لازم انك تعرفهم تعرف اسكو هذك الكلمة لسجي لسجي هو مذكر ولا لسجي هو مؤنث اذا كان سجي مذكر هندير ايل هم اذا كان سجي مؤنث هندير ايل هن دكا يعني هنا حبي اقول لك نعطيك مثال فقط نقول لينة 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 اي اي ساغا لينة اي ساغا لينة اي ساغا اضح ال Wing breath اي السجي دهم يشد على الأول اي سجي مأنا ننعمر المثل انه الكلمة الأخرى وهدف اسف عصت على الموجه وكين ستعمل لنا الجمع نطرح سؤال على نفسي هل هذا الجمع هذا هم ولا هن سكن كتب إيل و بلوغيال ولا أل بينه لينا و سارة رهون بنات إذن حنستعمل تعلمو أنث أل وما تنساش تبدأها تكتبها بالماجسكويت كي تكون تكتبها هي الأولى إذن حتقول أل و تنقل بخيبار عادي انتخت كين مدنها في المفرد ولكن حذاري ثم حذاري دايما هذا الفعل يتبع لسوجي دكا كنتك تقول هي تحضر طارتا ولكن هن تحضرنا الطارتا دكا يعني الفعل حيتبدل الفعل حترجعو هنا هنا ما هوش هنا أعطوه لكم أعطوه لكم الحل هنا أعطوه لكم أكتبوها لكم ثم أبرك تعوضوا لسوجي بإيل و بلوغيال ولا آل و بلوغيال يعني بهم في الجمع أو هن في الجمع دكا يعني في الموضة كل المؤنث ولكن حذاري ثم حذاري أحيانا في الاختبار يمدو يقول لك مثلا يقول لك لينا مثلا يقول لك لينا بخيبار انتخت لينا بخيبار انتخت ركتشوف هنا بما أنها لينا هذا هو السوجي الفعل راهو في المفرد لينا تحضر طارتا راهو أ ولكن هو يبدأ لك هنا ويقول لك لينا ولا ما يقول لك لينا يقول لك هو يعطيه لك هنا يقول لك أخضر بيش بيه اليوم يقول لك أل ونت تكمل دكا أل يقول لك هكاية أل حذاري بخيبار هادي راهي في الجمع هنا إذا هتاخد دايما في الجمع في المذكر ولا في المؤنة تدير أل هنا هتاخد أل بخيبار انتخت دكا بخيبار انتخت تحضرنا طارتا حذاري يعني كي تكون هنا في آل وبلوغيال بخيبار تحد أل دكا يعطيك تحول نفس الشي إذا كان هنا مثلا معائل إذا قل لك مثلا لازن فان لازن فان لازن فان جو جو هنا نديرو أل أنتي وعلش لأن الجمع لازن فان جو وبالو دكا لازن فان جو وبالو الأطفال يلعبون بالكورة إذا لازن فو حتسقسي نفسك هنا بينك بما أنه هستعمل إيل ولا إيل ولا في الجمع دكا هستعمل هذي هم ولا هنا ولكن نستقسي نفسي نقول هل هي مذكر لا نقوله آن أم أم نقوله آن هنا إذن إذن لازن هنا هنقول إيل لازن نقل الجملة كما هي إيل جو وبالا دكا إيل جو وبالا دكا نتمنى أنه يكون واضح نكملو الدرس هنا إذن هنا لازن هنستعملو الجمع لماذا لأنه كين أس كين أس بما أنه هنستقسي نفسي هنستعمل إيل ولا آل وبلغيال هنا لازن مؤنثة إذن هنستعمل آل وبلغيال ودايما هنا يعطيهولك هنا وعطيهولك أنت ما وش مشكل دي زيكلا سال يوم دون لسيال يعني هنا ماذا سنضع يعني برق جمع برق تشتعلو في السماء هنا لزيكلا بالمجسكلا يبسا حكا يبسا دور إذن لغوشي نقولو إن روشي سخرا نقولو إن روشي إذن هنستعمل هم إيل المجسكلا المجسكلا إن روشي من الملحز يعني لزيكلا لزيكلا اللزيكلا عضي بابا عضي بابا تستادو للسماء في لواد الكابير إذن هنقولو لزيكلا هنقولو إن رس اسم لزيكلا إيل بماء نوره في الجمع هذا يريد كهنا الـ ENT ولكن أحياناً يعطيها الكفل مفرد يقول كديرها في الجمع وما تنساش الـ ENT يتغير يخذ ENT إكري دون تنكا يأكتب على كراسك لاغوت دو غليس إذن قطرة الماء تتزحلق وتنزلق على أو فوق قطعته عشبين هنا سيلا فخاز أفرماتيف هدرنا عليها في الدرس اللي فات هذي فخاز أفرماتيف هي جملة إخبارية تقريرية إخبارية جملة إخبارية ولاغوت دو نو غليس با سور عمبغاندر هي جملة منفية نيغاتيف ستون فخاز نيغاتيف جملة منفية هذي راجعوهم يعني درت الدرس عليهم من المرة اللي فاتت ناخدو لسجت هاو لسجت نحووس على الفرب هاو غليسي هو لفرب غليس هاو غليسي هو الفعل قبلو ندر نو وبعدو ندر با نو غليس با غليس نو غليس با رجعوا للدرس اللي ما شافوش معايا يحيفهم أكثر إذن هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نتمنى أنه يكون واضح ونعتذر على الإطالة في وضع الدرس لأن الانترنت عندي بزاف تقيلة يعني نحط الدرس على كارون تويتر يعني يومين بش يدخل لي نعتذر إذن نترككم إلى درس آخر بإذن الله تعالى أترككم في رعاية الله وحفظه صحافة توركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اترككم في رعاية ركس صحفة تورا صحفة تورا انتب充تذا اشتركوا في فكرة شكرا